مرحبا بكم من جديد أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي الانتصارات المحور المقاومة على الإرهابيين هو منعطف للتعاون الإقليمي ولدى وصوله إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تستغرق يومين علنا حاتمي في تصريح للصحفيين أن هدف الزيارة هو تطوير التعاون الثنائي بين سوريا وإيران في الظروف الجديدة ودخول سوريا مرحلة البناء والأعمار وفي خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد جدد حاتمي موقف بلاده الداعم للحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها فيما شدد الرئيس الأسد على أهمية تطوير عملية التنسيق المشترك بين سوريا وإيران ووضع خطة تعاون طويلة الأمد تعزز مقومات صمود الشعبين وأشر الأسد إلى أن نهج الولايات المتحدة وأدواتها في المنطقة لإطالة أمد الحرب في سوريا عبر دعم تنظيمات الإرهابية واتباع سياسة التهديد بشكل متصاعد مع كل عملية يشنها الجيش السوري والقوات الرديفة والحليفة ضد الإرهاب يؤكد صوابية السياسات التي ينتهجها محور مكافحة الإرهاب وأهمية تعزيز مكامن قوته في مواجهة النهج الأمريكي التخريبي والمزعزع للاستقرار العالمي سنعمل على تبيين مجالات التعاون في شكل اتفاقية لدينا علاقات استراتيجية مع سوريا فهي تمر من مرحلة الأزمة وتدخل مرحلة الإعمار وفي هذه الاتفاقية سيتم التطرق إلى استبرار التعاون والمشاركة والمساعدة في مجال إعادة الإعمار حضور إيران في سوريا جاء بناء على طلب الحكومة والمسؤولين السوريين وبطبيعة الحال مواصلة هذا الأمر مرتبط بإرادة الطرفين ولا تأثير لأي طرف ثالث في هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر